بالنسبة للطيور المهاجرة التي كنا قد برمجنا مع الجامعة وكذلك مع محافظة الغباط على أساس بش نديره نصف يوم دراسي بهذه المناسبة بالنسبة للطيور المهاجرة وكان الهدف من هذه هو لفة الرأي العام لمكانة هذه البركة التي يبحث عليها الناس في عديد من الناسات اللي فهمين مش معناها البركة في وسط مدينة معناها تعتبر كقبلة سياحية ومدخل عام بالنسبة للمنطقة وتعتبر فائدة ومكسب كبير معناها الناس يحوسوا رميكري وفي مستنقعات كما هذه في وسط المدن وإحنا الحمد لله جاءت مع دربي سبحانه أماناتو هي مجتش هيت عن طريق السعود المياه المعروفة السعود المياه الجارية الإصابحية السعود المياه كانت من بين الفائدة وإحنا الضرر الضرر النافع أنها كانت ضرر أن نموكات الوتيس موكات ساكنات تعناس توعد منقعة مستنقع المستنقع ذوين بالرغم من الأذى اللي فيه كانت فويت أخرى مستقبلياً للبلاد كقبلة للسياحة ثروات البلاد من ناحية الثروات الحيوانية وجود كانت طيور مهاجرة عالمية ومحميات عالمية رميجون لهذه البحيرة في الوقت اللي نشهد فيه أن كانت بعض البيرك الأخرى كما تعصي في لبنادي أنه العام هذا رأي جفت معناها طيور مهاجرة عالمية رميجون هنا الوحدة التاعنا هنا في ولاية الواد في نفس الوقت باش نقدروا نحموها هذي وين احنا كنا مخاصين يوم دراسي نظر للظروف سمحة الناشئة أننا باش نديروه كنا حابين نديروه كوقفة وقفة مع بعضانا مع معاهل أهل الاختصاص مدرية الرئي مدرية المصالح الفلاحية المحافظة للغابات دوان وطنة للتطهير تطهير المياه كذلك سدعينا كذلك المخبر رفاة طلاب على أساس كشماكين هناك مثل مبادرة كذلك بالتحارين نشوفه هل البركة الملوثة صالحة للاستهلاك نعم لا ملوثة ولا مش ملوثة من جانب أخرى هناك أرائي يقول لك أنه مياه غير صالح على الأقل بش انثبته للرأي العام بني المياه هذا لو مياه ساعد طبيعي موش مياه جاية من طريقة مياه تعالى سنسوة تعالى تعالى تعصرف الصحية